السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد موضوع فيديو النهاردة هو كيفية رافع ونشر فيديو على اليوتيوب ولكن من خلال الهاتف هنشوف الطريقة مع بعض اول خطوة يا اصدقائي وهي لازم يكون متوفرة عندنا تطبيق اليوتيوب وتطبيق استوديو يوتيوب ده تطبيق موجود على متجر جوجل بلاي ويوتيوب هي اللي موفرة بداية علشان ننشر الفيديو بعد ما بكون صورنا الفيديو تمام بنروح نفتح التطبيق بعد كده اصدقائي بنروح لعلامة الزائد اللي في الاسفل بيكون عندك هنا كلمة تحميل فيديو بتضغط عليها وبنختار الفيديو اللي احنا عايزين نحمله تمام وعدين تضغط على التالي وهنا اصدقائي بتختار عنوان ليه الفيديو تمام وهنا بتضغط على اضافة وصف للفيديو وبنعود للخلف تمام وهنا بتختار مستوى عرض الفيديو انت عايزه خاص ولا عام ولا لبعض الاشخاص احنا نعمله مؤقتا خاص وبعدين نضغط على التالي وهنا بيسألك هل هذا الفيديو مخصص للاطفال بتضغط على لا هذا الفيديو ليس مخصص للاطفال حظر المحتوى على فئات عمرية معينة لا لا اريد اتاحة الفيديو فقط للمشاهدين الذين تجاوزوا عمرهم 18 عام تمام نضغط على تحميل ومعلومة اصدقائي لازم يكون الفيديو الخاص بك ما فيش اي عنف فيه او دم او اعمال خطرة تمام او صدمات خطرة او تحديات خطرة ولازم يكون الفيديو خاص بك انت ومش خاص بشخص اخر تمام لان انت كده بتحافظ على حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية ودي حقوق متشددة جدا في اليوتيوب وبتشدد عليها علشان قناتك ما تاخدش حظر وبعدين بنروح لتطبيق ستوديو يوتيوب وبيكون عندنا هنا اصدقائي الفيديو اللي احنا نشرناه تمام نضغط على التلات مقاط اللي على اليسار نضغط على تعديل الفيديو وهنا بتختار اسم للفيديو وهنا وصف للفيديو وهنا بتحدد الفيديو ده خاص ولا عام انت عايز مين يشوفه تمام وهنا بيكون عندك العلامات العلامات ودي في غاية الاهمية لان الوصف والعلامات بيساعدوا على ان الفيديو ينتشر بتكتب العلامات بالشكل ده بالاضافة الى الوصف اللي احنا كتبينه في الاعلى طبعا انت بتكتب وصف اكبر من ده وبتكتب علامات اكبر من دي بحيث طبعا علامات ووصف مرتبط بالموضوع اللي انت بتنشره تمام وبعدين بنحدد فيديو خاص بنعمله لا فيديو عام على نيه وهنا اصدقائي بتضغط على علامة القلم علشان نختار صورة مصغرة زي اللي بنشوفها على اليوتيوب والفيديوهات بيظهر لك هنا ثلاث اقتراحات انت ممكن تختار اقتراح منهم ولكن انت ممكن تمشي الفيديو كده وبتاخد منه سكرينشوت انت شايف ان هي مناسبة وبعدين تضغط على صورة مصغرة وتضيف السكرينشوت اللي انت اضفتها او فيه برامج بتعمل فيديوهات مصغرة كويسة بنضغط على اختيار وبنضغط على حفظ وبكده تم نشر الفيديو الخاص بنا بشكل علني تمام ونستطيع من خلاله اننا نحقق العديد من المشاهدات يربي يكون الشرح افادكم